بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم في هذا الفيديو سوف نتكلم بسرعة عن أهم مستجدات التسجيلات الجامعية وأهم المعلومات حول التسجيلات الجامعية لسنة 2023 والتغييرات المختلفة التي طرأت وجميع هذه المعلومات مأخوضة من الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي يمكنكم زيارة الموقع للتحصل على كافة المعلومات بخصوص الدخول الجامعي المقبل أكد سيد بداري أن كل المؤسسات الجامعية مستعدة لاستقبال الطلبة الجدد محدداً هدف القطاع حالياً بالتوجيه الصحيح والأنسب لحامل البكالوريا الجدد وفقاً لمهاراتهم ورغباتهم أما بخصوص توسيع التدريس بالإنجليزية اعتبر أن الوضع العلمي والبيداغوجي يستدعي تعزيز اكتساب الطلبة الجزائريين لهذه اللغة ليكون المتخرج متفتحاً على مختلف اللغات الحية من جهة أخرى استعرض الوزير المستجدات التي سيعرفها الموسم الجامعي 2023 و2024 على غرار اللجوء إلى احتساب المعدل العام للبكالوريا في حالة لم يمكن المعدل الموزون الطالب من تحصيل التخصص الذي يرغبه وهو ما يرفع من نسبة تلبية الرغبات فيما يتعلق بتدعيم عروض التكوين فتشمل تدعيم شبكة المدارس العليا للأساتذة بإنشاء مدرسة بولاية سعيدة وإدراج 6 نقاط تكوين عن بعد و6 مسارات تكوين في إطار الشهادة المزدوجة واستحداث 5 نقاط تكوين في الصيدلية و7 نقاط تكوين في علوم البيطرة واستحداث 14 ملحقة لطب نهيك عن استحداث 7 نقاط تكوين أساتذة تعليم ابتدائي في التربية الرياضية و8 نقاط تكوين أساتذة تعليم ابتدائي في اللغة الإنجليزية لما تزيد من المعلومات يمكنكم زيارة هذا الموقع والحصول على المعلومات اللازمة